جامس أخير وأهلنا سهلا بحضراتكم حلقة جديدة من السادسة تبدأ مع جمهور النادي الأهلي طبعا مبروك يعني طبعا تقويت مهم جدا سيبك من قصة التلات نقاط وقصة المنافسة على الدوري لأنه الطبيعي والمنطقي والجمهور النادي الأهلي مستنيه أنه الأهلي يقدر يحسم تقريبا تقريبا كل البطولات المحلية لأنه الفوارق حقيقي واضحة وكبيرة بين أقرب بين الأهلي وبين منافسي طبعا مش بكلم عن كل فرقة الدوري لكن في النهاية اللي كنا مستنيين أو كنا منتظرين وإحنا بنتابع مباراة المقولين مبارح هي الفرصة والاحتكاك ليه؟ لأنه الحقيقة إحنا مش بندور أو جمهور الأهلي في معظمه مش بيدور على الألقاب المحلية بقد ما شاغل باله بالبطولات القرية والبطولات العالمية أنت عندك فعليا أقل من شهر على مشوار بطولة كاس العالم مبارح طبعا اتحدد الفائز بكوبا ليبرتادورس فلومينينزي البرازيلي كسب البطولة على حساب بوكا جونيوز الأرجنتيني وبنتيجة اتنين واحد وده منافس محتمل يعني لو الأهلي نجح في أنه هو يتخطى اتحاد جدة في الجولة الأولى ده لو اتحاد جدة طبعا كسب المباراة التمهيدية أو الدور التمهيدي هيتأهل لمواجهة الأهلي ولو الأهلي فاز على اتحاد جدة الغالبا هيفوز طبعا البطولة على أرض وفريق يعني مدجك بالنجوم طبيعي جدا هو اللي يكون في مواجهة الأهلي في المباراة دي الفاز منهم هيقابل فلومينينزي البرازيلي والفاز من المباراة دي هيوصل للمباراة نهاقةية اللي احنا عينينا كل الاهلوية نفسهم ويتمنوا وبيحلموا أن الأهلي يوصل لمباراة نهاقةية اللي غالبا هيكون ترفحة تاني من شصة الستي كلام اللي أنا بقوله لكم ده بقوله بمنتهى السهولة لكن تنفيذه صعبة جدا صعبة جدا في ظروف صعبة جدا أنت يعني اللعبة طبعا مرهخة بشكل كبير جدا مستنزفة تقريبا ويمكن أوقات التجمع أو الأوقات اللي بتتجمع فيها الفرقة أقل بكتير جدا من الأوقات اللي اللعبة فيها بتكون يا مسافرة يا معسكرات منتخب مصر ففي النهاية أنت ما عندكش وقت تتحضر لبطولة بهذا الحاج مشوفها أقوى بطولة هيخدها أو أقوى منافسة هيخدها النادي الأهلي سيزن الحالي الموسم ده حتى تشامبيونز ليج أنا مش شايل همه وخصوصا أنه إلى حد ما دور المجموعات ما أعتقدش الأهلي هيبقى عنده صعوبة جبيرة جدا في تجاوزه وبعد كده عندك ميركاتو شتوي تقدر تحط إيدك على النواقص أو تصلح الأخطاء أو يعني يسميها زي ما تسميها تقدر تعدل أوضاعك بشكل أو بآخر قبل ما تروح لأدوار الإقصائية طيب يبقى التحدي عندك هو بطولة كاس عامل أندية ما عندكش غير مطشين قبل التوقف مباراة إن شاء الله هتكون يوم الأربعة قدام سيراميكا ومباراة تانية يوم السبت هتكون قدام الجنة وبالتالي الجمهور مستني كيرف يعلى والكيرف الحقيقة ما عليش إمبارح صحيح النتيجة مهمة والتوقيت مهم لأنه لقدر الله لقدر له أي نتيجة تانية غير فوز الأهلي إمبارح بالمباراة كنت هتصدر مشاكل كتيرة جدا للفريق والميستر كولر والعدد كبير جدا من أسماء اللعبة وبتكلم على مستوى الجمهور على قل إن لم يكن كمان على مستوى الإدارة لكن في النهاية الحمد لله تجوزنا المرحلة دي مش هدفنا إنك أنت تفوز بس بالمطشين اللي جايين بقدم تتطمن على الفريق بتاعك اللي هيغيب عناصر الأساسية لمدة تقريبا حوالي عشر تيام هي مدة معسكر منتخب مصر في المباراتين الرسميتين اللي هيخدهم أمام جيبوتي وبعد كده أمام سيراليون ويرجع بعد كده يخش في دوامة أفريقيا ومنها لكاس العالم فالوقت عندك محدود والفرصة سواء كتيم كجهاز فني كأسماء كتير جدا جدا من لعبة النادي الأهلي محتاجة تستغل الفرصة بأفضل شكل ممكن ترجمة نانسي قنقر